مساء الخير أصدقائي تحياتي للجميع رجعت لكم بهذا الفيديو دعان قلو لكم بأهم القرارات الجديدة اللي صدرت من اجتماع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل مع رؤساء المقاطعات الستة عشر هذا الاجتماع بدأ الساعة الثنتين والظهر وانتهى تقريبا عند الساعة التاسعة والنصف مساء يعني انتهى قبل تقريبا نص ساعة بعد ما انتهى هذا الاجتماع عقدة المستشارة أنجلا ميركل مع ماركوس زودا رئيس وزراء ولاية بافاريا ومع السيد مولر اللي هو البرغمايستر فون برلين اللي هو عمدة برلين وأعلنوا ما توصلوا له من قرارات ومن إجراءات جديدة سيتم اعتبارها في الأيام القادمة أصدقائي قبل نبلش بهذا الفيديو أحب أنوه أنه اليوم تم الإعلان عن وفاة نجم كرة القدم الأرجنتيني الأسطورة دياغو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز الستين عام طبعا دياغو أرماندو مارادونا كان يعاني من مشاكل صحية كثيرة خصوصا أنه بعد ما اعتزل كرة القدم وهذا شيء يحصل في أمريكا الجنوبية أنه الناس ما تعتني بصحتها الرياضين ما يعتنون بصحتهم فكانت عنده مشاكل صحية كثيرة فكان سبب وفاته هو أزمة قلبية فهذا الخبر محزن إلى عشاق كرة القدم حبينا نبلغكم به والآن ننتقل إلى القرارات المهمة اللي تم اتخاذها من قبل الحكومة الألمانية طبعا أصدقائي قبل نبلش بكل شيء الاجتماع اللي حصل اليوم كانت نتائجة جميعها متوقعة إجا نفس ما كان في التسريبات اللي ذكرت لكم ياها بالفيديوهات السابقة لم يكن شيء جديد ولكن رح ندخل أصدقائي بالتفاصيل وصفت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل المنحنة الكيرف مع الإصابات اليومية بأننا نجحنا بالسيطرة عليه ولكن هذا النجاح يعني نجاح جزئي يعني الكيرف مع الإصابات سيطرنا عليه وهو بإصابات عالية يعني ما شفنا الإصابات عبرة لـ 30 مثل مصارب عدد كبير من الدول الأوروبية فرح يتم تمديد الإغلاق اللي هو Light Locked Down إلى حد بداية شهر ينوى يعني بداية شهر الواحد أصدقائي قالت المستشارة إنجلا ميركل أو قالت المستشارة إنجلا ميركل أنه ما زلنا بعيدين عن الهدف اللي نطمح له اللي هو 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة من تزيد عن الخمسين إحنا رح تصير عندنا ريسي كو جبيت واللي حاليا أغلب المدن الألمانية هي ريسي كو جبيت وفوق الخمسين بكثير فذكرة المستشار إنجلا ميركل نفس التسريبات اللي ذكرت لكم إياها أنه قلصنا تجمع الأسر إلى خمسة أشخاص يعني أسرتين وخمسة أشخاص مثل ما ذكرت لكم بفيديو سابق يعني إذا أسرتك تتكون من ثلاثة أشخاص لكم الحق باستقبال أسرة تتكون من شخصين للمجموع كله يصير خمسة أشخاص إذا أسرتك من شخص واحد لكم حق تستقبلون أو إليك حق تستقبل أربعة أشخاص ضيوف يستثنى من هذا القرار منهم دون سن الأرباط عشر عام يعني الأطفال اللي تحت الأرباط عشر عام كلهم يستثنون من هذا القرار طبعا كل شي لخصت لكم بهذه الورقة وبأوراق أخرى أصدقائي أيضا ذكرة المستشارة إنجلا ميركل ومثل ما توقعنا أصدقائي تحديد عدد الناس الداخلين إلى السوبر ماركتات راح يكون في قيود معينة المحلات الصغيرة لكل عشرة متر مربع يتم السماح لشخص واحد يعني مساحة والمحلات الكبيرة ما ذكرت مثل أي نوع من المحلات يعني خلونا نفتكر مثل المولات الكبيرة مثل باوهاوس على سبيل المثال لكل عشرين متر راح يكون شخص واحد ماذا يعني هذا الشيء أصدقائي هذا الشيء يعني سوف نرى طوابير جديدة نفس ما كنا نراها في الموجة الأولى إذا تذكرون كل شخص لازم يكون عنده كاوف فاقين وينطر برا إلى أن يطلع عدد ما الأشخاص يفوت عدد آخر من الأشخاص إذن أصدقائي لا يوجد تشديدات نفس ما كان الكثير يتوقعوها أصدقائي ذكرة المستشارة إنجلا ميركل أنه هذه الأشياء راح تستمر إلى حد فترة الميلاد لأنه فترة عيد الميلاد الريد أن نخلي العوائل يعني تحتفل العوائل ببيوتها فرح يتم سمح إلى عشر أشخاص حالياً خمسة أشخاص مننا إلى فترة الفايناختن إلى عشرين ديسمبر بعد عشرين ديسمبر رح يصير استثناء ما نعرف شو رح يصير بعد فترة الفايناختن بس أكيد رح يصير اجتماع جديد فالاستثناء هو عشرة أشخاص يعني إذا عائلتك تتكون من خمسة أشخاص لكم حق باستضافة خمسة أشخاص آخرين في منزلكم أصدقائي في المناطق التي تتجاوز المائتين إصابة لكل مائة ألف نسمة رح يتم اتخاذ إجراءات أكثر تشدد من بقية المدن اللي تحت الميتين هذا يشمل حسب ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي أكثر من تقريباً 63 كرايس في ألمانيا هم فوق الميتين إصابة لكل مئة ألف نسمة من ضمنهم الكرايس اللي أنا ساكن به شخصياً وذكرة المستشار أنجلة ميركل الناس سيتطلعون للتوضيح وسيتطلعون لمزيد من المعلومات وهذه الأشياء يعني الأشياء اللي رح تجاوب على تطلعات الناس هي فترة الفايناخت لأنه فترة الفايناخت هي فترة جداً مهمة واللي رح يصير بالفايناخت هو رح يحدد ماذا سوف يحصل بعد الفايناخت لأنه كثير من الخبراء يتوقعون ازدياد هائل الإصابات في فترة الفايناخت لأن الناس يعني ربما عدد كبير منهم ما رح يلتزمون بالإجراءات المعينة رح يصير احتفالات رح يصير زيارات كبيرة فأكدت المستشارة أيضاً لحد الآن كلها تأكدات ماكو أشياء يعني إجباري وكذا أشياء أكثر صرامة أنه يجب تجنب السفر ويجب تجنب المشاور الغير ضرورية والزيارات الغير ضرورية للحد من الإصابات أما بالنسبة للمناطق الساخنة اللي الإصابات فيها أكثر من مئتين إصابة بالسبعة أيام كل سبعة أيام إلى المئة ألف نسمة فرح يتم اتخاذ نوع من الإجراءات تخص المدارس رح يتم تطبيق الذكسل أنتغشت اللي هو نظام التبادل بالقاعات الدراسية يعني مثلاً تجي مجموعة من الطلاب يدومون من الصباح للظهر ونص المدرسة رح يكون مثلاً متوقفة ينقسمون الطلاب إلى مجموعتين مجموعة من الصبح إلى الظهر ومجموعة أخرى من الظهر إلى العصر حتى يقل عدد الزخم بالصفوف وحتى يقل عدد الزخم بالممرات وتقل عدد الإصابات الحاصلة بين الطلاب وأيضاً ذكرت رح يتم تطبيق الماسكن فلشت في المدارس في هذه الأماكن يعني رح يتم تطبيقها على الجميع بعد ما كملت المستشارة أنجلة ميركل ظهر السيد زودا اللي هو رئيس وزراء ولاية بافاريا وذكر الآتي طبعاً السيد زودا دائماً إلى وجهات نظر هي أكثر تشدد ويتمنى له تكون الإجراءات أكثر صرامة وأكثر حزم ذكر السيد زودا أنه الوضع خطير للغاية لأن الأغلاق الذي تم اتخاذه في ألمانيا أو المعمول به في ألمانيا يعتبر خفيف جداً بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى فلذلك نجاحه محدود يعني هو دائماً مع أغلاق أكثر صرامة وأكثر شدة وذكر أيضاً سيد زودا بأنه أعياد الميلاد لا يجب أن تكون انتكاسة أخرى ولا يجب أن تكون مأساة أخرى أو انتكاسة ممكن ما بعدها يتم زيادة عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بشكل كبير جداً إذن يا أصدقائي لا يوجد شيء جديد ولا يوجد شيء غير متوقع من هذه الإجراءات الجديدة كل ما ذكره هو كان يعني مسرب قبل وكان مخطط إليه وتم ذكر أيضاً الريسكو كوروبة أنه يجب تزويدهم بالكمامات التي تسمى FFPSV وFFPG المناطق اللي بيها أكثر من 200 إصابة يعني سوف تكون هنالك مشاريع لتوزيع هذه الكمامات على الفئات اللي هي أكثر عضل الإصابة فيروس كورونا الفئات اللي من مثل المدرسين بالمدارس وبقاعات الأنترشت فذكرت أيضاً المستشارة إنجلا ميركل أنه رح يتم يعني العمل بهذه الإجراءات ورح يتم المحاولة من تقليل الأخطار على المواطنين في ألمانيا إلى حد اكتمال توزيع اللقاح على الناس فإنه تشجيع من عدهة أو طلب من عدهة للناس بالالتزام بهذه الإجراءات لأجل تقليل الخسائر إلى فترة صدور اللقاح ذكرت أيضاً بالنهاية المستشار إنجلا ميركل بأنه تم التنسيق مع مؤسسات دينية لتجنب المناسبات الدينية اللي تسبب إلى تزاحم واللي تسبب إلى تزايد والأعداد الإصابات اليومية فيروس كورونا أصدقائي هذا كان مجمل ما تم حصوله اليوم في المؤتد الصحفي للمستشار إنجلا ميركل مثل موعدتكم أنه أنشروا لكم كل شيء حتى تكونوا على دراية بكل ما يحصل في المشهد السياسي وفي المشهد الواقعي على أرض الواقعي في ألمانيا إن شاء الله تكونوا استفايدتوا أصدقائي أتمنى لكم ليلة سعيدة حاليا الساعة بالعشر وربع شاء الله تكونوا استفايدتوا أصدقائي تصبحون على ألف خير ونلتقيوا إياكم في فيديو آخر قريبا مع السلامة